طلق وزير الخارجية سامح شكري اتصال من الممثل الأعلى للالتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل للتشاور والتنصيق بشأن التطورات الجارية في السودان تناول الاتصال الجهود المبدولة والاتصالات الجارية حتى تاريخه بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق كما تم التطرق إلى الأوضاع الإنسانية في السودان سبول دعم وتعزيز قدرات الدول الحدودية المتلقية للمواطنين السودانيين النازحين من الاقتتال الدائر ومن جانبه أعرب المسؤول الأوروبي عن تقديره للجهود التي تبدلها مصر منذ اليوم الأول للتوصل الوقف لإطلاق النار في السودان بالإضافة إلى الجهود التي طلعت بها في استقبال وتسهيل إجلاء الألاف من مواطن الدول الأوروبية والأجنبية عبر أراضيها بالإضافة إلى استضافتها للمواطنين السودانيين